بين طيات التراب في مدن محافظة الأنبار شواهد جديدة على جرائم ارتكبت بالأمس ضد سكان المحافظة مقبرة جماعية تضم مئات الجثث يرجح أنها تعود لضحايا مجزرة ارتكبتها ميليشيات الحشد في الصقلاوية قرب الفلوجة عام 2016 عندما اقتادت أكثر من 750 مختطف من أهالي الناحية إلى جهة مجهولة ليظل مصيرهم مجهولا حتى اكتشاف هذه المقبرة عمار نور محمود وهو ممثل مؤسسة الشهداء في الأنبار قال إن المقبرة المكتشفة ليست الوحيدة بل هناك 13 مقبرة غيرها ليصبح العدد الكلي المكتشف 14 مقبرة هذه المقبرة ليست لول أخير علما أنه تم الكشف مسبقا عن 13 مقبرة جماعية في محافظة الأنبار وجار العمل عليها الفتح والجراء عينات الدياني وتسليم الروفات بل التأكد من مطابقتها لذويهم وإكمال جراءاتنا القانون اللي تنص عليها القانون لم تفلح محاولات التستر على واحدة من جرائم كبرى ارتكبت بالأمس ضد سكان محافظة الأنبار إبان العمليات العسكرية الحكومية على تنظيم الدولة ففي كل مرة تعلن السلطات فتح مقبرة جديدة تفتح معها جراحات الأهالي المنكوبين وتعود التساؤلات حول هوية المدفونين والأياد الآثمة التي اقترفت الجريمة هناك عوائل تريد تعرف مصير أبنائهم مغيبين أبنائهم مغيبين تركوا وراهم عوائل تركوا وراهم أطفال تركوا وراهم ممتلكات وعضهم مهدمة أو تكاد تكون مهدمة ونحن مجموعة عشيرة المحمدة فقدنا أكثر من سبعمائة شهيد وراجين من الجهات المختصة الكشف عن الجنات أو معالم هذه المقبرة وإعلام الملأ ولا يخفى شيء عن جميع الناس وقبل سنتين أو أكثر فقدنا أكثر من سبعمائة أو أكثر ولا تزال الناس تبحث في السجون وتبحث في دوائر الدولة والمعنية عن الجنات ولحد هذه اللحظة لم نتوصل لأي نتيجة فلنطلب من الدولة إضاح ذلك الجريمة والكشف عن المستور أمام الملأ وعلى الرغم من وقوع المقابر المكتشفة في مناطق سيطرة الميليشيات والقوات الحكومية أصلا إلا أن ذوي الضحايا يترقبون الإعلان عن هوية رفاة تلك المقابر المكتشفة أما من كتب لهم النجاة وهم قلة قليلة فكشفوا عن عمليات تعذيب مروعة في معتقلات الميليشيات تسببت بحالات وفاة عديدة فضلا عن الإعدامات الميدانية لعشرات المختطفين